السلام عليكم جميع الطلاب الاعزاء. النهاردة معدنا مع الجزء العملي من السكشن التالت اللي بتكلم عن انتشار المايكروبات في الطبيعة وهنشتغل النهاردة الصبغ او صبغ المايكروبات. هنعرف النهاردة هنعرف ايه هي مقدمة عن الصبغ. عندنا الصبغ البسيط او السالب صبغ جرام الصبغ الصامد الاحماض وصبغ الجراثيم. النهاردة هنشتغل اي طريقة من طرق الصبغ دي هنشتغل ان شاء الله الصبغ البسيط. لو جينا تكلمنا عن الصبغات فهنتكلم عن مقدمة في الصبغ ايه هو الصبغ يتعريفه اهميته انواعه. جينا تكلمنا عن الصبغ هو عبارة عن تلوين لخلايا الكائنات الحياة البقيقة بحيث يسهل دراستها ورؤيتها عن طريق استخدام المايكروسكوب الضوئي او الالكتروني. طب انا ليه بلجأ لعملية الصبغة? لانه المايكروبات عديمة اللون شفافة وبالتالي لا يوجد تباين بينها وما بين الوسط اللي موجودة فيه. وبالتالي يجب تلوينها لسهولة تميزها عن الوسط اللي موجودة فيه وبالتالي دراستها ودراست مجامعها ودراست خصائصها المورفولوجية. طيب ايه هي اه انواع الصبغة او طرق الصبغة? عندنا الصبغة البسيط. والصبغة البسيط هنا معناه انه بيتم استخدام صبغة واحدة فقط اثناء عملية الصبغ. اما الصبغة المركب فهو بيستخدم اكتر من صبغتين اثناء عملية الصبغة. والمركب قد يكون تفريقي يعني بيقسم البكتيريا لمجمواتين سالبة للصبغة ومجابة للصبغة. زي الصبغة الجرام وصبغة الصمد للأحمد. اما الصبغات الخاصة فهذه صبغات بتستخدم في تلوين وصبغ المحتويات الداخلية للبكتيريا لسهولة دراستها. زي صبغة الجراسين. زي صبغة الاصوات. زي صبغة الكابسول او المحتويات الداخلية. لو جينا نتكلم عن الصبغة البسيط بنعمل في ايه? بنحضر غشاء رقيق متجنس من البكتيريا اللامية على شريحة زكاكية. بعد كده بيتم اضافة صبغات معينة ليها والكشف عليها تحت الميكروسكوب. ومن المعروف ان البكتيريا عديمة اللون وبالتالي لتحديد نوعية خلاياها يجب اجراء عملية صبغها عن طريق تحضير الغشاء البكتيري ثم اضافة الصبغات. ثم فحتي. اولى خطوات آآ الصبغ هو تحضير الغشاء. وتحضير الغشاء البكتيري استعدادا للصبغ بيتم على عدة خطوات. الخطوة الاولى هي احضار شريحة زجاجية نظيفة. بيتم غسلها بالكحل وتعرضها للهب آآ لازالة كل الشوائب والرواسب الدهنية. بعد كده آآ بيتم وضع نقطة مية على الشريحة. ثم احضار المزرعة البكتيرية المراد آآ فحص خلاياها عن طريق الصبغ. بواسطة الابرة ذات العقدة بيتم آآ غمسة من آآ المزرعة. ثم فردها على الشريحة الزجاجية. والحد هنا يبقى احنا حضرنا الغشاء. الخطوة اللي بعد كده بيتم تثبيت الغشاء البكتيري وذلك عن طريق تعرضه آآ للهب كما يلي آآ آآ منعا لفقدانه. بيتم امراره في اللهب من مرتين لتلات مرات آآ آآ وحتى يتم تثبيت الغشاء. الخطوة اللي بعد كده آآ خطوة الصبغ يبقى بيتم تحضير الغشاء استعدادا للصبغ. الصبغ البسيط زي ما عرفناه هو بنستخدم صبغة واحدة فقط اثناء عملية تحضير الغشاء. آآ واولى خطوات الصبغ انه بيتم احضار آآ الشريحة المثبت بها آآ الغشاء البكتيري. آآ بيتم استخدام صبغة ازرق المسلين عن طريق غمر الغشاء بصبغة ازرق المسلين لمدة تلاتين ثانية او نص دقيقة. بعد انتهاء وقت الصبغ بيتم غسيل الغشاء البكتيري بالماء آآ والتجفيف الهوائي لمدة تلات دقايق او تكفيفها في اعلى نقطة من اللهب استعدادا للفحص. بيأتي بعد ذلك الفحص المايكروسكوبي باستخدام العدسة الزيتية لاتتكبير ميت اكس ويتم تدوين آآ الملاحظات في آآ القراسة الخاصة بك. حيث آآ نجد ان المايكروب آآ اللي كان عادي من لون او شفاف آآ آآ اخذ لون الصبغة المستخدمة اللي هي اللون الازرق اللون صبغة المسلين وبالتالي يتم رؤية المايكروب آآ دو ازرق اللون باستخدام العدسة الزيتية ذات قوة تكبير ميت اكس. شكرا لكم آآ وإلى اللقاء في آآ آآ التالي بإذن الله. شكرا لكم.